موسيقى قال يسوع احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك بما تفعل يمينك ثم قال يسوع أحبائي في إنجيل لوقة أعطوا ما عندكم صدقة فهذا كل شيء يكون لكم نقيا مكان آخر في إنجيل لوقة قال بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة علج المسيح الدوافع الداخلية للعطاء وطبعا كالمعتاد هاجم رياء الفرسيين وكل أشكال مظاهر التدين الخارجي فالعطاء مسكور في الكتاب المقدس مسكور في العهد القديم ومسكور أيضا في العهد الجديد وكلمة صدقة هي كلمة عبرية من كلمة إتسدكا هاي الكلمة بتعني صديق أو بتعني بار فالبار هو الذي يتصدق والبار هو الذي يعطي نادت شريعة موسى قائلا إذا افتقر أخوك وقسرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك وبحسب اللغة اليونانية كلمة صدقة بتعني كمان رحمة فالشخص الذي يتصدق هو بار والشخص الذي يعطي عن بمارس أعمال الرحمة المشكلة أحبائي في أيام المسيح العيب ما كانش في إعطاء الصدقة لكن الطريقة والإعلان عنها كما قال المسيح أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله والمسيح قال نالوا أجرهم طلبوا مديح الناس لهم هذا كل ما حصلوا عليه في هذا الأرض مديح الناس لكن صدقة المؤمنين المسيح يتكلم بصيغة تحذير احتارزوا هذه الصدقة في الخفاء يسميها لا تعرف ماذا تفعل يدك يتكلم عن الكتمان والسرية لأن المعطي المسرور يحبه الرب علمنا الكتاب أن نكس العريان وأن نطعم الجائع وأن نخلص الخاطئ فالرب هو المنعم الكريم هو الجواد والمعطاء حياة البر حياة الصدقة تتكون من حياة الطاعة للوصية تحب الرب إلهك سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر